احنا جايين على موسم واخنا بدنا نقف مع البلد نوقف مع البلد كنا مع بعض نقف ايد واحدة يكون القرارات لصالح البلد لصالحنا جميعا يعني احنا قطاع استنزف تعاني فروع مكاتب السيارات السياحية في العقبة من تبعات قرار فرض سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رسوما منذ عشرة اشهر بواقع 75 دينارا بدل خدمات رغم ما تدفعه المكاتب الرئيسية في عمان من رسوم لهيئة تنظيم النقل البري بواقع 175 دينارا اضافة الى كلفة بنكية مقدارها عشرة الاف دينار هذه الرسوم التي جاءت بحسب سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لغايات تنظيم السوق وخلق منافسة بين العاملين فيه يرى فيها اصحاب المكاتب عبءا جديدا في وقت يعاني القطاع السياحي من ازمات متتالية لما بدي اسجل ثلاثين سيارة وسيارة تستأجر من عمان وتيجي عندي العقبة ما بقدر اأجرها لازم ارجعها عمان او تأخذ مخالفة يقيمتها خمسين دينار فاحنا جايين على موسم واحنا بدنا نقف مع البلد نوقف مع البلد كنا مع بعض نقف ايد واحدة يكون القرارات لصالح البلد لصالحنا جميعا يعني احنا قطاع استنزف يعني قطاع قاعد بنزف احنا شركات مركز الرئيسي في عمان واحنا بنشكل فروح وانا فروح بالعقبة فلما يكون عندنا متطلب الثلاثين سيارة هنا فهذا الحكي بيربك عملنا لانو اضطر مثلا على سبيل المثال انه سيارة تيجي من عمان تتأجر من فرع المطار من اي فرع تيجي على العقبة فمنضطر احنا رجحها فاضية فهذا برفع الكلفة التشغيلية للمكاتب التأجير للسيارات واحنا بنعاني من تقريبا ثلث اربع سنين وفي محاولة لوقف قرار سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لجأ اصحاب وعاملون في المكاتب السياحية الى غرفة تيجارة العقبة للتدخل ومحاولة انقاذ قطاعهم من التدهور اتماعين مع غرفة تيجارة العقبة بخصوص القرارات اللي اطلعت جديد من مفوضية العقبة اللي هي زيادة الكلفة التشغيلية علينا احنا هيك بنعتبرها اللي هي 75 دينار زيادة على كل سيارة ومحددينها 30 سيارة في حال انه زاد العدد لازم تدفعها كل سيارة 75 دينار ومنوع تأجرها الا في العقبة واي سيارة ترخيصها عمان او مندفع عليها بعمان ومنوع نأجرها في العقبة الا ندفع عليها 75 دينار زيادة كنا طالب سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والجهات المسؤولة بتسهيل بقائهم والتعاون معهم وانحنا في جائحة كورونا كان في تحديات لهم واليوم احنا شايفين الوضع السياحي في مدينة العقبة مترد جدا وبالتالي هاي الشركات قاعدة تحمل اعباء وتكليف لا تخدمهم في البقاء في المنطقة الاقتصادية الخاصة ويبلغ عدد فروع مكاتب السيارات السياحية المشمولة بالقرار الذي اتخذ لاول مرة في العقبة 13 مكتبا تضم 400 سيارة سياحية عاملة منذ 20 عاما وهي مهددة بالتوقف عن العمل بحسب اصحابها في حال استمرت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على قرارها